مراسلة شبكة سوريا مباشرة أهلا بك سما معنا ما هي تفاصيل الانفجار الذي سمع دويه في أرجاء العاصمة دمشق قبل قليل أهلا بك سيد الكريم بالنسبة للانفجار الذي حدث من قرابة العشر دقائق في دمشق تبين أنه انفجار داخل مطار المزل العسكري ما تزال إلى الآن ألسنة اللهب واضحة حتى في منطقة جنوب العاصمة تورة ألسنة اللهب الانفجار كان عنيف جدا وصل إلى منطقة مشروع دمار وهزت البيوت بشكل واضح يعني الآن تفيدنا الأخبار الأولية أنه فقط هو انفجار من الناحية الغربية لمطار المزل العسكري من جهة حي المشروع وهو الحي الذي يسكنه أغلبية مؤيدة للنظام السوري الآن وردتنا الأنباء بأن هناك تعزيزات عسكرية دخلت إلى الحي والمنطقة مغلقة بشكل كامل كل الطرق المؤدية من الريف الغربي إلى العاصمة وسط العاصمة دمشق هي مغلقة ولكن الغريب في الموضوع أن في لحظة الانفجار التلفزيون السوري والإخبارية والتلفزيون المنات أيضا أورداء الخبر بنفس التوقيت بعد تقريبا دقيقة من حدوث الانفجار نعم ولكن هناك أخبار تقول أن الانفجار ناتج عن انفجار طائرة ذخيرة داخل المطار ما صحة هذه الأنباء لديكم سما؟ بعضهم قال بأنها هي انفجار لطائرة ذخيرة كارثية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة